إلى ولاية عين الدفلين أحتج الطالب والسكن الاجتماعي ببلدية روينة من مقر الدائرة بسبب ما اسموها تماطل في الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي خاصة وأنهم أصبحوا يعيشون في ظروف صعبة لم تعد تحتمل بداخل شقق ضيقة وشليهات أصبحت تشكل خطرا على حياتهم حسب تصريحاتهم التغطية لبلال شرفاوي أطلب منه يسر بها في أقرب وقت ممكن راي طولت عندها عامين رانا نقارعوا لها أحنا ما صبرناش الحالة أحنا دارين طالبات سكن دارين طالبات سكن اجتماعي كل مرة كل مرة نديرو لهم ونجو لهم هنايا نجو هناك يديرونا هنا الاستقبال نسمعوا غلو وعود الكذيبة السكنات رمواجدين عندهم أكثر من سنة ونصف ريواجدها ميت سكنة ما زل بتسربة إلى ماتها رمواجدين بالوعود الكذيبة أنا من اللي تسربت رب عمية وثمانين رمواجدين يقولوا لي سهل 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 ما شفنا والو اللي بغت السلوطة تجي وتشوفنا كيف رانا عايشين ما أحبب بها مجهتنا نقلنا انشغالات السكان والمحتجين إلى رئيس بلدية الروينة بعين الدفلة وكان رده كتالي حول انشغالاتهم ومطالبهم فإننا نطمئنهم أن اللجنة تعمل في كل شفافية وهدوء لذا أطلب منهم الهدوء فقط لكي تكون عمل اللجنة يكون فعال وسيتم توزيع هذه السكانات في القريب العاجل ترجمة نانسي قنقر